فالمبادر يتميز بخلق عظيم وشخصية رائعة وذات تذوب في مصالح الناس المبادر في الحقيقة أحيانا حتى قد ينسى نفسه ويهتم بالآخرين ويسعى لمصالحهم ويحاول أن تكون المجموعة على أفضل وجه ممكن من حيث الصفات، من حيث الأداء، من حيث التحسن في جوانب الحياة ولذلك لكم أن تتخيلوا أن المبادرة عندما يقدم مبادرة ما وتطبق فهو الحقيقة من صناع الحياة ومن صناع التاريخ ومن صناع الحضارة وله أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى فإذا كنت أنا دللت إنسانا على خير فالحمد لله رب العالمين لأجر الدلالة ولأجر أنه لو عمل بهذا الخير فسيكتب أجري لكن المبادر الذي تنتج عن مبادرته أعمال عظيمة جدا في المجتمع، في المهن، في الذوات، في الصفات، في التطور هو الحقيقة يكسب حسنات مضاعفة لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى ولذلك أنا أقول في مجال المبادرة احرصوا، احرصوا أن يكون لكل منكم مبادرة مبادرة يقدمها إلى القسم، يقدمها إلى أستاذه أو تقدمينها إلى الكلية أو تقدم إلى الجامعة أو إلى الجهة المختصة في الجامعة وهذه الجامعة في الحقيقة ما شاء الله لقوة إلا إلا الله تقوم على خلق المبادرة في كل أركانها ومجالاتها وشؤونها مبادرات في التعلم والتعليم، مبادرات في خدمة المجتمع، مبادرات في البحث العلمي سواء كانت مبادرات من الجهات العليا، مبادرات من الطلاب، من الموظفين، من الطالبات، من الأستاذات من الموظفين والإداريين الحقيقة من الأشياء التي تبهجنا وتسرنا جدا 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 أننا في كل عام نجد عشرات المبادرات وهناك كتيب أصدرته عمادة التطوير الأكاديمي لا أخلينا غير العبارة لأنه والله ما أعرف من الأصدر وهناك كتيب الحقيقة اطلعت عليه قبل فترة يسيرة يظهر أن المبادرات المجتمعية لجامع الجازان تتجاوز المئات ما شاء الله لا قوة إلا بالله وتعم فئة عظيمة جدا من شرائح المجتمع سواء كان المجتمع الجامعي أو المحلي أو الوطني أو الدولي بشكل عام هذه المبادرة بشكل عام ولكن الموظف كيف يكون مبادرا في واقع الأمر لا يمكن أن يكون الموظف مبادرا إلا إذا بادر أولا بإصلاح نفسه وليس كذلك واهتم باكتساب المعارف والمهارات التي تنميه وترفع مستواه لأنه لا يمكن أن يقدم مبادرة إذا كان لا قدر الله في داخله نقص أو خلل إذن أول نواة للمبادرة أنني أنا أهتم بنفسي فأنتم تهتمون بأنفسكم وتكتصبون المهارات والمعارف والقبرات وتنظرون فيما حولكم وتكتصبون منه طريقة التنفيذ وطريقة الأداء وطريقة التفكير هذه هي نواة المبادرة بعد ذلك أنظر فيما حولي ماذا أحتاج؟ والله كلية تحتاج إلى مبادرة في جانب البحث العلمي تحتاج إلى مبادرة في الأداء أداء التدريس تحتاج إلى مبادرة في التعاون بين الطلاب تحتاج إلى مبادرة أن يقوم نخبة من الطلاب أو الطالبات بإيصال المعلومات والخبرات إلى الآخرين من خلال الدورات ينفذونها هم هذه كلها الحقيقة مبادرات قوية جدا أيضا الموظف يهتم في مجال عمله وينظر ماذا أطور؟ هل هناك نقص يحتاج إلى تكميل؟ هل هناك خلل يحتاج إلى تعديل؟ هل يمكن أن أنتج شيئا جديدا ما خطر على بال أحد يرفع من مستوى المنظومة دفعة واحدة إلى الأعالي؟ لا بد أن يستشعر الموظف الجهة التي يكون فيها وفي أي مهنة من المهن مهما كانت لا بد أن يستشعر الوظيفة المبادرة في الحقيقة لا تصدر إلا عن قلب محب للجميع يشعر بالآخرين يشعر بالمنظومة يشعر بالحياة فيريد الخير للآخرين ويسعى في مصالحهم وينظر إلى ما يكملهم إلى ما يعلي شأنهم إلى ما يزيل عنهم النواقص فلنكن كذلك في كل وظائفنا ومهننا فلنكن كذلك في كل وظائفنا الحقيقة أنا أسمي هذه المبادرة أو هذه الشخصية والنفسية أسميها أنك يجب أن تعيش المنظومة أن تعيش المنظومة أن لها روحا وأنت جزء من هذه الروح بهذه الطريقة ستشعر تلقائيا بأن هذه المنظومة تتطلب أمورا ترفع من مستواها تطورها تحسنها وبالتالي تكون حياتك كلها حياة مبادرة فهذه الحقيقة من بعض الصور التي نقدم من خلالها المبادرات في وظائفنا أمور إدارية ترى أنها تعطل العمل أو تؤخره فتعطي مبادرة المبادرة الإلكترونية الآن على سبيل المثال والتحويل من الورق إلى المجال الإلكتروني الآن عندنا مبادرة التعليم الإلكتروني الآن عندنا هذه المبادرة التي من خلالها تسمع إلى هذه اللقاءات من الأساتذة في مقرراتك ويمكن أن تعيدها مرات ومرات مبادرة تعطيك مهارة عالية في التعامل الذاتي مع المقرر تبني نفسك تبني مهاراتك بذاتك وتكون هناك أمور مساعدة لك هذه كلها مبادرات ترتقي بالعمل إلى أعلى الدرجات الممكنة هذه كانت ثلاثة أخلاق مترابطة مع بعضها البعض حسن المعاملة التعاون والمبادرة سنصل الآن ونحن وخذناها بالتدرج سنصل الآن إلى بعض الأخلاق الذاتية التي يهتم بها الإنسان في تلقاء نفسه ما يحتاج إلى أطراف أخرى بمعنى أنه ليس بالضرورة أنه أحد يلزمه بهذا أو أنه يعينه على ذلك لا هو لا بد أن يبدأ بها في نفسه الخلق الأول الكفاءة الكفاءة التي تعني أن أكون على قدر المسؤولية أن أكون على قدر أداء هذا العمل أن أكون على قدر هذا الإنسان الذي أتعامل معه هذه الكفاءة بشكل عام ولكن الكفاءة في المجال الذي نتعامل به نحن في مجال التعلم والتعليم في مجال البحث العلمي في مجال الوظائف والمهن الكفاءة تعني شيئين اثنين لا بد منهما لا يمكن أن تتحقق الكفاءة إلا بهذين الأمرين الأمر الأول ذاتي معرفي وهو إيش؟ وهو وجود المعارف والمعلومات والخبرات المكتسبة الجانب الآخر جانب ذاتي أيضا ولكنه سلوكي وهو تلك المهارات التي أيضا أتعلمها وأتدرب عليها وأفعل فيها تلك المعارف والخبرات بهذه الطريقة تتحقق الكفاءة ولذلك أنا أقول لكم واسمعوها مني أنتم ما شاء الله لقوة إلا بالله تتمتعون بقدرات عالية وإمكانات رفيعة ومستوى متميز يسألني بعضكم ما يقول كيف أحقق الكفاءة في البحث العلمي؟ كيف أحقق الكفاءة في طلب العلم؟ كيف أحقق الكفاءة في خدمة المجتمع؟ دائما لا يمكن أن نحقق الكفاءة إلا من خلال هذين الأمرين خذوها عني في أي شأن من شؤون الحياة الذاتية الأسرية المجتمعية المهنية البظيفية في أي مجال من المجالات لا يمكن تحقيق الكفاءة إلا إذا اهتممت بنفسي أنا فزودتها بالمهارات والمعارف والخبرات ثم تدربت عليها ومارستها هنا سأصل إن شاء الله إلى الكفاءة والحقيقة هنا في جامعة جازان ولله الحمد والمنا يتم الاهتمام الكامل بالكفاءات كل الخطط توضع لتنمية الكفاءات لاكتشاف الكفاءات لإيجاد وصناعة الكفاءات ثم بعد ذلك دعم وتطوير هذه الكفاءات وإصالها إلى أعلى مستوى ممكن على مستوى العالم هذا هو السبيل الوحيد لبناء الكفاءات في المجال الوظيفي الذي يتم من خلال التعاون بين المنظومة في الاكتشاف في التنمية في التطوير في إيجاد المهارات اللازمة إيجاد المعارف التي يجب أن تكون فالكفاءة ولله الحمد منها في متناول أيديكم فقط فقط أبدلوا جهدكم في المعارف المكتسبة والخبرات اللازمة لمجالات الحياة ثم بعد ذلك أرجوكم لا تتوقفوا عند المعارف لا تتوقفوا عند الخبرات المكتسبة لا بد من الاستمرار في الممارسة والتدرب وقياس المستوى الذي تصلون إليه فالكفاءة درجات ليست على درجة واحدة ربما أصل إلى كفاءة الآن وأقف لا الكفاءة قابلة لأن تصل إلى كفاءة أعلى ربما لا تخطر لك على بال عندما نتأمل في الكفاءة في الإسلام أعظم كفاءة على الإطلاق اصطفاء الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله في حملهم لمهمة تبليغ الدين فالله تبارك وتعالى يعلم وهو العليم والحكيم أن هؤلاء البشر الذين اختارهم واصطفاهم للنبوة والرسالة عندهم الكفاءة الكافية واللازمة والعالية لحمل هذه المهمة تعالوا الآن إلى الأنبياء الأنبياء يعتنون بكل أتباعهم ولكنهم مع ذلك ينظرون في أتباعهم ويتأملون في كفاءاتهم ثم يوجهونهم إلى تطوير هذه الكفاءات والوصول بها إلى أعلى درجة ممكنة تأملوا في جميع سير الأنبياء والرسل جميعا وهذه سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك عبد الله بن عباس معاذ بن جبل خارد بن وليد زيد بن ثابت عدد من الصحابة رضوان الله عليهم عدد من الصحابة رضوان الله عليهم اعتنى محمد صلى الله عليه وسلم باستخراج كفاءاتهم أحدهم عنده ذهنية عالية الآخر عنده جهد وافر الثالث عنده يا أخويا هذه كل شوية تطلع وعلى وجهي كمان أحدهم عنده الحفظ الآخر عنده الفهم والفقه الثالث عنده الجلد والصبر الرابع عنده القدرة على القيادة الخامس عنده الشجاعة في الحروب السادس عنده حسن إدارة الأمور والناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذه الكفاءات ويوجهها التوجيه السليم هذا هو أصل الكفاءة في الإسلام ثم بعد ذلك نجد النصوص الكثيرة من القرآن والسنة التي تدعونا إلى الاهتمام بأنفسنا وتنميتها والوصول بها إلى أعلى درجات الكفاءة ثم أن نساعد الآخرين وننشر بينهم ثقافة الكفاءة ليكون المجتمع المسلم كله على أعلى درجات الكفاءة الحضارة الإسلامية التي عمت الأرض من أين جاءت؟ جاءت من خلال بناء الكفاءة في المجال الشرعي في المجال الدنيوي الطب الفلك الهندسة حتى العلوم الاجتماعية العلوم الجغرافية كلها كفاءات وجدت في الأمة الإسلامية والرؤية رؤية المملكة عشرين ثلاثين تعتني بكم لتصنع منكم الكفاءات التي تقود العالم وليس فقط هذا المجتمع الأبي الرفيع فهذه الكفاءة مطلب في حد ذاتها ليست من نوافل الأمور وليست من الأمور التكميلية ولكنها في الحقيقة من الأمور التي يجب أن تكون موجودة في المجتمع المجتمع الطلابي المجتمع التعليمي المجتمع الإداري المجتمع الوظيفي والمهني يبحث عنها وتوضع لها الآليات لإيجادها وتطويرها الدورات التدريبية التي ولله الحمد منها نراها في كل مكان في هذه الجامعة الرائدة القوية هي عبارة عن إيجاد الكفاءات وصناعتها الأنظمة المرعية التي تتعلق بإدارة المنظومات سواء كان على الوزارات أو وزارة الخدمة المدنية على وجه الخصوص كلها تعتني بالكفاءة وإيصال الموظف في مهنته إلى أعلى درجة من حيث الأداء هذا الآن خلق هذا الآن خلق الكفاءة ومع الكفاءة الذاتية نحتاج إلى ما هو أعلى منها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولكن يجب علينا ويحسن أن نحرص عليه وهو خلق الإتقان الذي يعني أداء الشيء بأعلى درجة ممكنة من الجمال والكمال الكفاءة هي درجة قد تصل إلى درجات عليا ولكن أعلى درجة من درجات الكفاءة هي درجة الإتقان ولذلك كفاءة ثم إتقان فالإتقان كما ذكرت لكم قبل قليل أن أقوم بأي أمر سواء كان قولا أو فعلا أو سلوكا أو حتى تفكيرا أو كتابة أو أمرا بالجوارح أن أقوم به على أعلى درجة ممكنة من الأداء الحسن الجميل وهذا يعني توفر المواصفات ووجود الأشياء التحسينية والتكاملية في الأداء هذا هو الإتقان لكم أن تتأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فهذا خلق يحبه الله الإتقان الذي يعني أنني أنا أتعلم بأعلى درجة ممكنة من الصفات الحسنة في التعلم أذاكر بأعلى درجة ممكنة أقضي مع المقررات من أول الفصل إلى آخره بدرجة عالية جدا من الإتقان المعلم يفعل هذا الشيء الإداري يفعل هذا الشيء وكذلك الوالد والابن والزوجة والتاجر والطبيب والمهندس كل واحد منهم يؤدي هذا العمل بأعلى درجة ممكنة من الأداء الحسن والجميل فتخيلوا مجتمعا متقنا لماذا تتميز بعض المنظومات على بعض مع أنها كلها في المجال نفسه الإتقان لماذا يرتفع اسم شخص معين أو جهة معينة وتكون نموذجا أو يكون هذا الإنسان قدوة الإتقان الإتقان الحقيقة هو الذي يبني منظومة لا يمكن أن توازيها أي منظومة لكن للأسف الشديد قد نجد في بعض الشخصيات في بعض الأماكن الأزمنة ضعفا في درجة الإتقان ونستغرب الله سبحانه وتعالى يحب الإتقان فلماذا لا تتصفون بالإتقان لماذا تكون في هذه الجهة بعض الأمور التي تخل بالعمل أو يكون فيها تقصير أو أداء يعني ينزل من درجة العمل ولا يعطيه الحق الذي يجب له في الحقيقة أهم سبب على الإطلاق هو أنني أفصل أحيانا ما بين عملي وما بين مراقبة الله تبارك وتعالى فأنا وأنا أستاذ الآن إذا كنت مراقب الله تبارك وتعالى هل سأحضر إلى محاضراتي متأخرا؟ هل سأحضر إلى محاضراتي وأنا لم أقرأ أي شيء من المقرر قبل أن أدخل عندكم؟ هل سأؤدي أي أداء في القاعة وأخرج؟ هل سأكتفي بالشرح وأترك كل شيء يتعلق بالمقرر من المعارف والخبرات والكفاءات والمهارات؟ الحقيقة عندما يراقب الأستاذ عندما يراقب صاحب الوظيفة أيا كان صاحب المهنة عندما يراقب الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين تلقائيا الله سبحانه وتعالى يبارك له ويبارك في روحه ويبارك في فكره ويبارك في جسده فيؤدي أداء هو نفسه والله لا يتخيل أنه يؤديه لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا العمل يحبه الله الذي هو الإتقاد ولا يريد أن يقصر في أمر لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ويسمعه من الأسباب أيضا أنه لا يدرك قيمة العمل في نفسه لا يشعر بقيمة المجتمع لا يعتني بتطوير نفسه لا يعتني بمصالح الناس وينظر إليها فيكون فيه نوع لا قدر الله من الأنانية هذه كلها من أسباب ضعف الإتقان ولذلك هنا كان لابد من التنبيه على خلق يساعد في اكتساب الكفاءة والإتقان وهو الرقابة الذاتية الرقابة الرقابة كلنا نعرف أن هناك من يراقبني ولكن نحن لا نريد هذا المعنى الآن نحن نريد المراقبة الذاتية أنني أنا أكون رقيبا على ذاتي أنني أنا أجعل مقاييس وأنظر هل أنا أحقق هذه المقاييس أو لا أنظر إلى إنجازاتي أنظر إلى عطائي هل أنا فعلا أقدم شيئا لهذه الوظيفة هل أنا أقدم شيئا لمن يراجعني في هذه الوظيفة هل أنا أحسست بقيمة هذه الوظيفة الرقابة الذاتية تعني وجود إحساس وشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية تعني بإحساس بالمسؤولية في أداء العمل على أكمل وجه تعني إحساس بالمسؤولية في أن أوصل هذا العمل إلى أعلى درجات الكفاءة والإتقان والثناء هذه كلها الرقابة الذاتية التي نريدها فينا جميعا ونريدها في أصحاب المهن والوظائف على وجه الخصوص الرقابة الذاتية كيف تظهر؟ تظهر من خلال السلوكيات من خلال السلوكيات سنعود مرة أخرى حسنة المعاملة رقابة ذاتية المبادرة رقابة ذاتية التعاون فيه رقابة ذاتية الكفاءة والإتقان رقابة ذاتية عودوا إلى الصفات الخمس أو الأخلاق الخمسة التي أخذناها في البداية كلها من الرقابة الذاتية إذا وجدنا موظفا تظهر عليه هذه الأمور فإننا نعرف مباشرة إذا ظهرت هذه الأخلاق في موظف في مهني في حرف نعرف مباشرة أنه ولله الحمد مننا يتميز بالرقابة الذاتية فالتواضع للجانب تقديم النصيحة الاهتمام بالذات وغير ذلك من الأخلاق كلها تدل على وجود الرقابة الذاتية والرقابة الذاتية في الحقيقة تقودنا إلى خلق جديد من أساسيات أخلاقيات العمل وهذا الخلق هو حفظ الأسرار نحن نعلم أن كل واحد مننا عنده خصوصيات لا يحب أن يعرفها أو يطلع عليها ربما أي إنسان أو لا يريد أن يطلع عليها إلا إثنان أو ثلاثة أو يعني فئة محدودة هذه الأسرار التي تتميز بأنها الأسرار التي تعني أن هناك أمورا مخفية مكتومة لا يعرفها إلا هذا الشخص أو مجموعة من الأشخاص في نطاق معين هذه هي الأسرار ولكن عندما نتحدث عن العمل فإن الأسرار تختلف باختلاف طبيعة العمل باختلاف طبيعة الوظيفة التي يتولاها هذا الموظف باختلاف طبيعة المنظومة التي ينتسب إليها فالأسرار بشكل مختصر في مجال العمل هي تلك المعلومات التي يطلع عليها من هو في داخل هذه المنظومة لأنه موظف فيها يعني لو كان في خارج هذه المنظومة لا يمكن أن يطلع على هذه الأمور أو على هذه المعلومات أو الإجراءات أو الخطط المستقبلية هذه كلها إذن تسمى مباشرة أسرار عمل أما الأمور التي هي مشاعة بين الناس ويعرفها كلهم وتنشر بين الإداريين والطلاب وإلى آخره هذه لا تدخل في الأسرار وهي أمور مشاعة والأسرار التي تختص بالوظيفة أو بالمجال أو بالعمل ولا يطلع عليها الإنسان إلا لأنه موظف في هذه الجهة هذه أسرار العمل التي يجب حفظها وأنتم تعلمون أن كل جهة تريد أن تخطط وتبدع وتقفز للمستقبل وتحقق التميز على المستوى المناسب فيكون عندها أسرار يكون عندها أسرار لا يطلع عليها ربما أحيانا إلا فئة محددة وأحيانا يطلع عليها فريق عمل قد يكون كبيرا أو صغيرا لا يمكن في العادة أن يطلعوا على هذه الأمور إلا لأن لهم علاقة بهذه المهمة ولا يعرفون ما يتعلق بمهام أخرى هذه كلها أسرار العمل هي التي تنهض بالمنظومة وتوصلها إلى أعلى الدرجات وتحقق من قلالها التميز ولذلك كشف هذه الأسرار يعني زيادة على أنه خيان وعدم مرعاة للعهود والمواثيق ونقض للعقد الذي بين هذا الموظف وبين المنظومة يعني زيادة على هذا كله هو إفساد لعمل المنظومة وأنها لا يمكن أن تتميز ولا يمكن أن تصل إلى المستوى الذي تريد أن تصل إليه لأن كل التخطيط الذي تقوم به يسرب من خلال كشف الأسرار إلى جهات أخرى وبالتالي لا تستطيع أن تحقق النجاح الذي تريده ولذلك فإن كشف الأسرار كشف أسرار العمل يعتبر خيانة كبيرة جدا لهذه الجهة بكل من فيها وكل ما فيها ونصوص القرآن والسنة جاءت بحفظ العهود والمواثيق وعدم إخلاف الوعد جاءت أيضا بالصدق جاءت أيضا بمراعاة حقوق الآخرين جاءت أيضا بالتعاون على البر والتقوى هذا كله في الحقيقة يبين لنا أهمية حفظ الأسرار بشكل عام وحفظ أسرار العمل بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تحدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة فجعلت الأسرار من الأمانة وأنتم درستم سابقا لا إيمان لمن لا أمانة له ما معنى هذا الحديث أنني أنا الآن جالس معك وأنت تراني أتحدث وأنا ألتفت بمعنى أنني لا أريد أن يستمع إلى هذا الحديث طرف آخر قيسوا على هذا ما يكون في المجالس قيسوا على هذا ما يكون في النظام الألكتروني قيسوا على هذا ما يكون في التعميمات الخاصة التي تصل كل هذا كأنه الذي يوصل إلينا هذه المعلومة كأنه يقول لا أريد أن يطلع عليها أحد غيرك أو غيركم هذه كلها تدخل عندنا في حفظ الأسرار وتدخل عندنا في الأمانات التي يجب مراعاتها وكما ذكرت أن حفظ الأسرار يعني نجاح المنظومة وكشف الأسرار يعني فشل هذه المنظومة ليس لأنها فاشلة ولكن لأن هناك من يفسد عليها تخطيطها وذكاءها وقدرتها وإمكاناتها أحياناً حفظ الأسرار يؤدي إلى فساد المطلق فيؤدي على سبيل المثال إلى سقوط الشركة يؤدي على سبيل المثال إلى أن هذه المهنة تزول عن الوجود في المستقبل القريب فكشف الأسرار في الحقيقة خطير جداً في مجال المهنة ولذلك لا يعفى أحد كشف سراً من أسرار المنظومة المهنية التي ينتسب إليها وعقوبتها عالية جداً كما تنص على ذلك الأنظمة المرعية وحتى ربما يؤدي ذلك إلى الفصل الوظيفي وغير ذلك من الأعمال التي تكافئ في الحقيقة هذا الجرم الذي يؤدي إلى إفساد المنظومة وأعمالها ومخططاتها للمستقبل هذه الحقيقة كانت منظومة جميلة من الأخلاق خمسة أخلاق تتعلق بالمسلم في جميع حياته وشؤونه لا يمكن أن ينفصل عنها في لحظة من اللحظات أخذنا أيضاً ثلاثة أخلاق تتعلق بمعاملة الإنسان مع غيره أخذنا أيضاً أيضاً ثلاثة أخلاق تتعلق بأداء الإنسان لمهامه وهي الكفاءة والإتقان وحفظ الأسرار هذه مجموعة من الأخلاق التي يجب أن نتحلى بها في حياتنا وفي المجال الوظيفي بشكل عام وهذا يقودنا إلى أمر مهم جداً هو كيف نعمق الشعور بهذه الأخلاق في المجتمع الوظيفي؟ ما هي الألية؟ ما الأعمال التي يمكن أن نؤديها حتى تكون كل المنظومات المهنية متحلية بهذه الأخلاق لأنها لو تحلت بهذه الأخلاق فهذا يعني موجود مجتمع مزدهر على مر العصور بإذن الله تبارك وتعالى كيف نستطيع أن نعزز هذه المهارات؟ هناك خطوات لا بد أن نراعيها الخطوة الأولى هي التوعية التوعية من خلال أن كل واحد مننا يشعر بأنه مهم في هذه المنظومة وأنه لا بد أن يؤدي عمله على الوجه الأكمل وأنه لا بد أن يراعي مصلحة العمل ولا بد أن يراعي سمعة العمل هذا كله يدخل في الرقابة الذاتية متى؟ ما أحسست بالرقابة الذاتية تلقائياً ولله الحمد منه سأكتسب هذه الأخلاق كلها وتكون معي في كل لحظة من لحظات ممارستي لهذه الوظيفة أيضاً لا بد أن يقرن شعورنا بأداء الوظيفة بشعورنا بالشريعة الإسلامية وأننا مسلمون نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بجميع أعمالنا فالعمل الذي يريد به الإنسان الكفاف والعفاف ونفع الناس هو من القربات إلى الله تبارك وتعالى لماذا نفصل الأعمال عن القربات التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى لماذا أشعر أن وظيفتي هي مجرد أداء مجرد كسب عيش مجرد علاقات بشرية لماذا يفوتني أن أعلم وأوقن أن هذا العمل يقربني إلى الله تبارك وتعالى كما أتعبد الله تبارك وتعالى بالصلاة والزكاة والحج والصيام وصلة الرحم وبر الوالدين وغير ذلك أنا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأداء وظيفتي الأداء الذي يجب وأيضا يستحب مني وأهتم بنفسي وأهتم بوظيفتي وسمعتها وأحاول بكل ما أتيت من جهد أن أرفع من مستواها وأساهم في ذلك هذا كله من الأمور الدينية أيضا التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى أيضا لا بد أن نكثر من القدوات والحمد لله رب العالمين القدوات عندنا كبيرة وكثيرة جدا لها قيمة عالية ووزن والناس ولله الحمد مننا يتعلقون بهم ويتشبهون بهم ويريدون أن يصلوا إلى مستواهم من الأداء إذن لا بد من تكثير القدوات ومدحها والثناء عليها وإبراز سيرتها وعطائها حتى يقتدي الناس بهم في مجال هذه الأخلاقيات هذا الموظف عنده خلق الأمانة وبالتالي يبرز ويشهر ويكافأ هذا الموظف الآخر عنده إتقان في أداء وظيفته هذا الموظف عنده إنجاز سريع هذا الموظف معاملته عالية جدا ورائعة مع جميع الجهات العمل وأركانه إذن هذه الحقيقة لا بد أن تشهر هذه القدوات لا بد أن تشهر وهذا الحمد لله هو الذي يحصل دائما في هذه المنظومة المتكاملة ولله الحمد مننا في المملكة العربية السعودية من ضمن الأمور أيضا التي تعزز الأخلاق المحمودة في المجتمع الوظيفي أن تهتم الجهات القضائية التنظيمية ببيان وتحديد محديد ووضع الأنظمة التي تهتم بجانب الأخلاق من حيث التأصيل من حيث البناء من حيث المكافأة من حيث أنه إذا أخل بهذه الأخلاق تكون هناك عقوبة وظيفية محددة هذه الأنظمة في الحقيقة هي تحفظ وتعزز وجود الأخلاق الحميدة في المجتمع الوظيفي كذلك عندما نهتم بالموجودين معنا في الوظيفة من خلال مراعاة مشاعرهم من خلال تحقيق متطلباتهم الممكنة طبعا من خلال تطوير أدائهم من خلال تزويدهم بالوسائل التي تعطيهم الراحة البدنية في أعمالهم الحقيقة هذه كلها تعزز شعور الموظف بوظيفته وبالمكان الذي يكون فيه وبالتالي ترتفع أخلاقياته ويرتفع أداؤه ونحقق بذلك نشر الأخلاق الحميدة في المجتمع الوظيفي كانت هذه هي الوحدة الثانية وقضينا معها وقتا ربما طال بنا ولكنه من الأوقات الجميلة الممتعة لأننا في الحقيقة نعيش مع هذه الأخلاق في أنفسنا وفي هذا المجتمع الجميل المبهر الرائع الذي حولنا ولله الحمد والمنا فنحن نتعرف على هذه الأخلاق ونعرف فضائلها وكيفية اكتسابها وأهميتها في المجتمع ونقوم بتفعيل هذه الأخلاق في البيئة الوظيفية والمهنية ونذكر كيفية ذلك والدوافع له ونتائجه التي تنهض بالمجتمعات والآثار السيئة التي ربما توجد لو أهملنا هذه الأقلاقيات إذن كنا أيضا مع لحظة جميلة من لحظات الحياة مع هذه الأخلاق أسر الله تبارك وتعالى أن تكونوا معي قد قضيت مقتا جميلا ومشوقا ورائعا ذاتيا ومشاعريا مع أخلاق جميلة حميدة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها إذن أستودعكم الله وإلى لقاء آخر في وحدة جديدة